بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة استكمالاً لشابتر 6 اللي هو السلوب استابلتي نهاردة إن شاء الله هنتكلم على part 2 اللي هو هنتكلم على نقطتين الtypical modes of slope failure و الrotational slope failure لو كلمنا أول حاجة عن typical modes of slope failure يعني أشكال الانهيارات المصاحبة للميول في عندنا rotational slip يعني الميل بتاعي أهو بيحصل له هنا ميل بالشكل ده على هيئة انزلاق دائري بالشكل اللي انت شايفه ده أو ده نمرة واحد نمرة اتنين ممكن يحصل translational slip in infinite slopes يعني ما يبقى عندي ميل infinite فاللي بيحصل فيه انهيارات بالشكل اللي انت شايفه ده ممكن يحصل translational slip on weak interface يعني ايه؟ يعني أنا عندي هنا تربة قوية وفيه هنا تربة ضعيفة فانت شايف الوج ده بتاع السلوب اللي قدامك ده نتيجة earth pressure ممكن يحصل translational يعني حركة انتقالية بالانزلاق على هذا المستوى أو لو أنا عندي rook فالرك هنا ممكن يكون هو متماسك قوي جدا بس الحتة دي ضعيفة فحاولين النقطة دي بيحصل له حاجة اسمها overturning أو لو أنا عندي ميل أو عندي صخر رأسي ممكن يحصل له rook فال طبعا الصخر لو واقف رأسي كده عادي قوي لكن ممكن يحصل له rook فال حاجة الاخيرة أو النوع الاخير نوع السادس اللي هو flow of soft soil طبعا لو أنا عندي ميل بالشكل ده والطربة دي soft soil soft clay ولا حاجة فاللي بيحصل لها ايه؟ انسياب للطربة بالشكل كده وبتنهار احنا في الكورس بتاعنا هنبقى معنيين ب rotational slip بتاع السلوب فلو تكلمنا عن rotational slope failure هو نفسه في منه اربع انواع ممكن لو أنا عندي هنا thin layer of weak soil يعني بيسموها هنا ايه؟ يعني عدسة من الطربة الضعيفة ممكن الطربة بتاعتي ديت او الميل ده يحصل له slip failure plan بالشكل ده وده بيسموه ايه؟ movement of soil mass along a thin layer weak soil يعني اتزحلقت على طربة ضعيفة النوع التاني ان أنا عندي هنا طربة قوية فبيحصل هنا حاجة اسمها base slide base slide يعني عند القاعدة هنا كل ده هينهار بالشكل اللي انت شايفه ده لكن لو الطربة هنا كانت قوية جدا فممكن يحصل ايه؟ الانهيار بتاعي ييجي عند الفيس ساعات بيسموه slope slide او ساعات بيسموه الفيس slide بيبقى عند جزء من وجه السلوب بتاعي وممكن يحصل الانهيار بتاعي عند الطوي نفسه الدوران بتاعي هوت فده بيسموه الطوي slide دول الانواع بتاعت rotational slope failure اللي هندرسها ان شاء الله في هذا الشابتر شكرا